منذ أكثر من عام لا تزال هذه المناطق التابعة لمحافظة سعدة تشهد مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا التضاريس الوعرة للمحافظة التي تقع شمال البلاد وتمثل معقلا رئيسا للميليشيا لم تمنع قوات الجيش الوطني من التقدم في مناطق مديرية باقم شمال المحافظة والتي يمثل السيطرة عليها مدخلا مهما للوصول إلى مدينة سعدة معارك الساعات الأخيرة التي دارت في مناطق محيط جبل صباح طال التابعة لمديرية باقم أدت وفق مصادر عسكرية إلى مقتل ثمانية من الميليشيا وإصابة نحو اثني عشر آخرين بالإضافة إلى تدمير آليات ومخازن عسكرية تابعة لها الاشتباكات جاءت بعد محاولة عناصر من الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني هناك وهو ما قُبل برد فعل قوي من الجيش الذي تمكن من إفشال الهجوم منحقان العديد من الخسائر بصفوف الميليشيا وفي إطار سعيها لتسريع وطيرة العمليات العسكرية في العديد من الجبهات قامت القيادة العسكرية ممثلة برئاسة هيئة الأركان بزيارة للعديد من الألوية لإطلاع على سير عملها وخلال الزيارة أكدت هيئة الأركان على ضرورة الالتزام بنصوص اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة وضرورة إنهاء حالة تنازع الصلاحيات الأمر الذي قد يسهم في معالجة الاختلالات التي تعاني منها بنية الجيش الوطني